السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله متغير او ميكرون شروط جديدة للدخول الى الجزائر قال رئيس الوزراء الجزائري في بيان صدر اليوم ان الجزائر قررت تشديد شروط الدخول اصبح الوضع الصحي في العالم مقلقا مرة اخرى في الاسابيع الاخيرة مع ظهور نوع جديد من كوفيد 19 يسمى او ميكرون ظهر لاول مرة في جنوب افريقيا ويؤثر بالفعل على عدد من الناس في دول في اوروبا هذه السلالة من المرض والتي تعتبر اكثر عدوى من نوع ذالة والتي من المفترض انها اكثر مقاومة للقاحات تهدد بالغاء الجهود المبذولة حتى الان في مكافحة المرض في هذا السياق بدأت العديد من البلدان في اتخاذ تدابير لمنع موجة من هذا البديل الجديد التي من المحتمل ان تكون اكثر فتك من سابقاتها وعلى وجه الخصوص علق المغرب جميع الرحلات الجوية مع فرنسا منذ بداية هذا الاسبوع حتى اشعار اخر كما قررت تونس اخضاع جميع الاجانب الذين لا يقيمون على اراضها لابراز بطاقة التطعيم او شهادة التطعيم لعبور حدودها يجب على المسافرين في هذه الفئة ايضا تقديم اختبار يتم اجراؤه قبل اقل من ثمانية واربعين ساعة من الصعود الى الطائرة والخضوع للفحص عند الوصول الى الاراضي التونسية تشديد شروط الدخول الى الجزائراتها قررت الجزائر تشديد شروط الدخول الى اراضيها في المستقبل القريب بحسب مقالته الوزارة في بيان صدر امس الثلاثاء واشار المصدر نفسه الى ان اللجنة العلميات لمراقبة الوباء اوسط بان تطلب الحكومة تصريحا صحيا للمسافرين الذين يدخلون او يغاضرون التراب الوطنية اعلنت دائرة ايمان بن عبد الرحمن ان هذا الاجراء سيتم تنفيذه في الايام المقبلة فيما يتعلق بنقل الركاب عن طريق البحر والتي لم تحدد موعدا محددا للدخول هذا الاجراء حيز التنفيذ ولم تكشف رياسة الوزراء ايضا عن موعد توسيع نطاق هذا الالتزام ليشمل المسافرين جوا امن